صباح الخير مرة أخرى متواصلين معكم وظيفنا الصحفي والموحة للصغير الحيري صغير مرحبا بك أهلا وسهلا نحن نور مالك وشال عام مبروك على كل أسرة شامسة ثم وتونس كيف لك عامك مبروك وكل عام وانتي حيب ألف خير سأرجع معك مع بعض المواضيع على الساحة السياسية وحتى الاجتماعية والاقتصادية نبدأ معك وكان تبعت شوية الفيديو اللي خرج على صفحة رئيسة الجمهورية وزيارة رئيسة الدولة ليدرس العام إلى حي الانطلاقة هذا الفيديو اللي عمل جدل كبير برشا شنو مرايك في تعامل الاتصال السياسي لمواسطة الدولة اليوم مع مثل القضايا الحياتية اللي عند التونسي المتعلقة بالمواد الغذائية خاصة وارتفاع الأسعار وفقدين هذه المواد اللي التونسي كل يوم يستعملها صغير هو خليني تسعى مالك في البداية نعبر على كل تضامن مع أسرة شامسة ثم من أبنائها وبنائتها بخصوص الوابعية اللي قلت لها إذاعة شامسة ثم لحقيقة اليوم المؤسف برشا نشوفو إذاعة بعراقة ومهنية شامسة ثم توصل للأوضاع اللي هي فيها بالنسبة رئيسة الجمهورية لحقيقة اليوم العملية الاتصالية لرئيسة الجمهورية تقريبا هي المعضلة الحقيقية منذ تولي رئيسة الجمهورية قائز سعيد نعرفوا أنه فماشي اليوم حتى مستشار اتصالي في رئيسة الجمهورية أو مكلف بالأعلام على الأقل الفيديو اللي تم نشره بخصوص زيارة حينا تلقاء أفار جدل كان متوقع لأنه لما نشوفه اليوم زيت الحاكم زيت صانجو كما نقوله احنا متوفر اليوم لو تبع في أي تونسي لأي عطار في تونس كاملة مستحيل يجيكم دابوزة زيت ومع ذلك شفنا عطار عنده زيت ايضا حتى الارتباك اليوم وحتى التناقبات في حد بيتها اليوم شفنا خطاب رئيسة الجمهورية قبل البتلافة ولا ربع أيام من خطاب التهن بمناسبة رأس السنة ورنا بعد الخطاب بتاع رأس السنة اللي كان فيه تراجع كبير على مستوى الخطاب أنا بش نجيوها للتصريح هذاك والخطاب والكلمة هنا فمت تناقبات كبيرة خلينا في الصورة لحبة تخرجها رئيسة الجمهورية لأنه ممكن زيت الحاكم راه موجود ايضا زيارة رئيس الجمهورية تقريبا في ساعة متأخرة حتى أصبحت محل تندر في الحقيقة على مواقع التواصل الاجتماعي واللي يعرف انه فيسبوك اليوم يحرك الرأي العام هذا ما ننكرهوش أكيد لأنه اللي يشوف تفاصيل الزيارة كما قلنا وزيت الحاكم اللي هو مفقود منه فترة وموش كان زيت الحاكم وحتى زيت الأخر طقل من مفقود يعني يفير برشة تساؤلات حول الزيارة هذه هل هي كانت فجئية أم كانت مبرمجة للحياة الانطلاقة زادة هنا في وسط العاصمة ما هيش خارج العاصمة وين الناس ربما المعاناة بتاعهم أكثر اليوم أنا شخصيا كنت في الكاف يعني مفهماش اليوم أغلب المواد الأساسية نحكيوا على السكر على القهوة على زيت كلها مواد مفقودة اليوم في الولايات الداخلية فيديو أفار بوليميك كان متوقع لما نحكيه وخاصا حتى على الحيثيات متاع الزيارة المقهر اللي مشيه لرئيس الجمهورية حتى طريقة كيفاش هو يعني طل حتى على جاجسيت يعني في كل التفاصيل والدتائي بتاع موقع الكاميرا 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 ترتيب المواد كلها كانت مفيرة على حقيقة في اعتقادي أنه رئيس الجمهورية إذا فم ربما حاجة يلزم يصلحها اليوم هي فريقه الاتصالي اللي يبدو أنه أضعف بكثير مما ربما حتى كان عليه لأنه احنا نعرف أنه كانوا معاهم مستشارين التساليين ولكن افطروا إلى تقديم استقادتهم من بينهم زميرتنا ربما ريم قاسم وغيرهم لخرجهم من رئيس الجمهورية اليوم رئيس الجمهورية مدعو إلى أنه يحسن من الأداء الاتصالي يعني بأقرب الأجال أنت تعرف أن كونه رئيس الدولة اليوم يؤمن بالتواصل المباشر مع الشعب وهذه تقريبا سياسته الاتصالي والناس الكل تعرفها في التوجف مباشرة لأن الاعتماد ليس على وسائل الأعلى مع فرواساء برشا سبقوه تحذب في حيورات سابقة رئيس الجمهورية عنده دقريبا مدة كبيرة ما تحدثش في وسائل الأعلام إلا في القمة الفرانكوفونية ولكن يعتمد بالأساس على مواقع التواصل الاجتماعي لمخاطبة الشعب التونس يالهذا ممكن أن يتواصل في هذا الظرف بالذات؟ فاعتقاد إله لأنه ولينا حتى أقارل ربما للخطابات الحادة والهجومية ما عادش خطابات رئيس الجمهورية تستهوي الناس اليوم في الشارع لأنه اليوم الناس طالب إنجاز حقيقي اليوم الناس طالب حتى بتوفيح الرؤية هذا ما يكونش عبر تواصل مباشر يكون ربما عن طريق خرجات ربما ندوات صحفية حوارات تلفازية واحنا نشوفه حتى هنا في الشقيقة الجزائر رئيس تبون كل أسبوع يعني يقوم بحوار مع الصحافة الوطنية اليوم رئيس الجمهورية مدعو إلى هذا خاصة وأنه الوضع ما يحتملش لما نحكيه على إصلاحات اقتصادية اليوم الناس مطالبة باشتفهم شنوى الإصلاحات الاقتصادية هذه اليوم نحكيه حتى على مستوى كل المجالات تقريبا اليوم صبح فما إذراب نتعنقل اليوم الناس مدعوة إلى رئيس الجمهورية أساسا مدعو إلى أنه تفهم الناس شنوى صاير يوضح الرؤية هذا ما يتمش في اعتقادي بالتواصل المباشر اللي قاعد يقوم به اللي قاعد يقوم كان على الاتهامات الخصوم يعني هو تقريبا توفيف المؤسسة الرئاسة من أجل استهداف ربما خصومه خاصة اتصاليا هذا رئيس الجمهورية مدعو إلى الابتعاد عنه والعودة ربما للصحافة اللي ينجم طبعا هو يقدم من خلالها تفاصيل أكثر حول الوضع العام في البلاد خاصة اليوم نعرف اليوم احنا في نظام رئاسي مطلق يقول أن الصحافة الحرة يجب أن تكون لها فكر حرة أيضا يعني رئيس الجمهورية راه عنده أفكار أخرى فيقول لكن اليوم الصحافة ليس لديها فكر حرة هي صحافة ممكن منتمية إلى أطراف معينة يمكن متآمرة مع أطراف معينة هذه الفكرة العامة صغير حيدري شوف هو كل قطاع فيها مالك يعني لا نحكي لك عن النظرة العامة من خلال الخطاع الرسمي هي طبعا هو رئيس الجمهورية تقريبا عنده تقريبا عالم الخاص اللي يشوف به الأشياء في تونس اللي هو عالم يرا في نفسه هو النقاوة والطهارة المطلقة في المقابل الشيطنة ويعني تخوين كل الخصوم وكل حتى الوسائط بما في ذلك الصحافة احنا نعرفه منذ توليه الرئيسة بالنسبة للصحافة الوطنية قام بحوار واحد اللي هو بعد توليه بتسعين يوم على ما اعتقدم عاد تلفزة الوطنية بخلش مئة يوم تقريبا وبالتالي الرأو انه هو قاعد يقوم بهدم كل الوسائط بما في ذلك الاعلام يعني واصلونا نرجعونا نتحثو على تصريح آخر لرئيس الدولة تصريح مخالف على ما سمعناه السابقا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الصغير الحيدري تصريح لرئيس الدولة ليلة رأس السنة خطاب عكس ما هو تقريب موجود في خطابات رئيس الدولة هذا نوعا ما قام بإيصال المعلومة ومجمع عكس ما كان يمكن حسب القراء في العديد من الفترات السابقة خطاب مفاجأ تقريبا خاصة الاخر خطاب قام به شفنا غضب كبير ورئيس كان متشنج بشكل واضح في اخر خطاب له في اجتماع القيادات العسكرية عليا رئيس الجمهورية تقريبا وصل الرسائل اللي حاب يوصلها خطاب الأخير اللي سبق خطاب التهنة بمناسبة رأس السنة الإدارية فتراجع فيما بعد خاصة ربما الانتقادات هذا اللي وصلت له بخصوص الخطاب الأخير لأنه كما رينا خطاب تخويني تقسيمي دعافي حتى إلى التصفية وغيره فتراجع فيما بعد واضح أنه الضغوط على رئيس الجمهورية اليوم ماشية وتكبر سواء داخليا أو حتى خارجيا داخلين لما نشوفوا تحركات الاتحاد العام التونسي تحركات المنظمات الوطنية الكبيرة كمعامات المحامين وهي منظمات تقريبا بكلها رافظة قانون المالية جديد ومناظمات تستعد لتحركات جديدة حتى في الشارع رفضا للقانون هذا اللي تميه هي قانون ذراء بامتياز نفس الشي حتى خارجيا نشوفنا سحب ملف تونس في صندوق النقد الدولي إذا هذا يزيد من الضغوط على رئيس الجمهورية لأنه كما نعرف مالك اليوم مهم جدا تمويل الميزانية بتاع الدولة ولكن في غياب القرض اللي كنا معاملين عليه يكون الوضع أصعب شوية بما كلمات مهمة قالها رئيس الدولة قاية السعية تونس تتسع إلى الجميع شو معناها هذا يا صغير الحيدري هي الكلمة المفتاح ربما رسالة تهدأ مع خصومه خاصة اليوم كما قلنا بدائرة الخصوم قاعدة تتسع قاعدة تشمل حتى الاتحاد العام توصي الشغل اللي قاعد يبعث برسائل مناهضة بقوة للحكومة مناهضة حتى الرئيس الجمهورية اللي يقولوا أنه التواصل ورينا تصريح سامي طاهري قبل بساعات تقريبا من خطاب رئيس الجمهورية اللي قال التواصل مع الإنس الجمهورية مقطوع تماما فأعتقادي أنه رئيس الجمهورية ربما يمهد لانفتاح على الأقل مع المنظمات الوطنية خاصة الاتحاد العام توصي الشغل لأنه نعرف على مستوى الأحزاب سعيب برشة لو رئيس الجمهورية يعني الخصوم درجات رأوله هنا عشان يكونوا وضحين فرقة بين يكون خصم الاتحاد الشغل وعيمة المحامين والرابطة وفرق كون يكون في جبهة الخلاص مثلا وهذا عليش قطلك سعيب لو نشوفوا انفتاح على مستوى الأحزاب سواء نحكيه هنا على جبهة الخلاص أو دستور الحر أو غيره تقريبا أحزاب قطع معها رئيس الجمهورية بشكل نهائي وأحزاب هي اليوم زادة قاطعة معها رئيس الجمهورية وقدعوها عالنا إلى الاستقالة خاصة بعد الأخفاق في الانتخابات الأخيرة اللي رينا فيها نسبة مشاركة متدنية جدا أيضا اليوم حتى الشارع مالك رئيس الجمهورية في اعتقادي أنه يدرك أنه خطابه الهجومي والحاد ما عادش يستهوي الناس خاصة في فل الغياب ما يقول هو أنه محاسبة حقيقية اليوم للناس اللي سميهم هو بالفاسدين بالمحتكرين ما ناشقاعدين نشوفه اليوم في رغم الإجراءات اللي اتخذها في علاقة بالقضاء سواء عزل القضاء أو حل المجلس على القضاء حتى اليوم مصداقية الانتهامات اللي قاعد يطلق فيها رئيس الجمهورية اليوم أصبحت على المحاك ما كانتش الرسالة واضحة صغير حيدري فيما يتعلق مثلا وكيانا كدت تقول لي رهوا قاعد يتفاعل مع المبادرة الرسالة ما كانتش واضحة في كونه سيد الرئيس عنده ورئيس الجمهورية عنده موقف من هذه المبادرة أكيد لا هو المبادرة تعالى الاتحاد العنطوسي للشغل والمنظمات الوطنية هما الطرق لهاش أصلا يعني هو اكتفى بكلمات مفتاحية إن شاءنا لما قال تونس تتساعد الجميع هذا يعني أنه تفاعل مع المبادرة؟ لا أعتقد هو هنا أبقى على الغموف لأنه هنا حتى الاتحاد العنطوسي للشغل لم يتحدث عن دور لرئيس الجمهورية في علاقة بالمبادرة هذه وبالتالي رئيس الجمهورية أبقى على الغموف في علاقة بموقفه من المبادرة هذه هذا كاليش ربما نشوفه في الساعات المقبلة تطورات ربما على مستوى حتى لهجة الاتحاد في علاقة برئيس الجمهورية إذا يكون هناك تفاعل من رئيس الجمهورية قد نرى حتى تراجع في حدة خطاب الاتحاد العنطوسي للشغل ومع أنه أنا لحقيقة استبعد أن رئيس الجمهورية ينفتح خاصة وأنه الاتحاد العنطوسي للشغل اليوم والمنظمات الوطنية الكبرى رافضة تماما لقانون المالية اللي نعرفه مش ممكن اليوم اللي يتم التراجع عليه نمشي إلى موضوع آخر ونحكيه على سنة 2022 بلان وسنة 2023 شنو المتوقع اللي لازم يكون بتتخص غير حيدري فيما يتعلق بسنة 2023 وخاصة في التأسيس لبعض المؤسسات الدستورية وانفراج الوضع الاقتصادي أكيد هو نتصور الحقيقة مالك اليوم يفرلي متأخر شوية لو نحكيه على إجراءات حاليا يعني اليوم شئنا أنقابينا كما نقوله بالعامية التونسية كل يد شدت أختها لما نحكيه على دستور جديد دخل حيث تنفيذ لما نحكيه على برلمان جديد تمت الدورة الأولى للانتخابات المتحدة أيوة؟ ولم يتم التراجع عليها رغم الدعوات حتى من الاتحاد العنطوسي للشغل دي من رجع الاتحاد نظراً لوزنوا وحاجموا اليوم الشعبي تقريباً يفوق كل أحزاب المعاربة وحتى رئيس الجمهورية ربما اليوم شفنا عزوف كبير في الدور الأول من الانتخابات البرلمانية الساعة شفنا سنة 2022 كانت صعيبة برشة سواء على الرئيس وحتى على المعارفة سنة سياسية سنة سياسية بامتياز سنة إصلاحات سياسية كيف يقول رئيس الجمهورية ولكن الإصلاحات هذه اليوم تصطدم بمقاطعة أوسع وتصطدم بعزوف شعبي جداً كبير اليوم اللي تراهن عليه المعارفة خاصة في علاقة نزيل الدورة الثانية حسب رئيس الجمهورية ورئيس الدولة يقول لك مزيل الدورة الثانية مش علي من الشوت الأول هنا رئيس الجمهورية وحتى المعارفة اليوم يفشل رئيس الجمهورية في الدورة الثانية اللي أنا لحقيقة استبعد أن يكون فما نسبة مشاركة أوسع لأنه لما نشوفوا الأوباع الاقتصادية والاجتماعية اليوم اللي واجه فيها التونسي شنو ينتظر التونسي ما تحفزوش أنه يمشي للانتخابات اليوم التونسي قولك أنا حلي مشكلة المواد الغبائية حلي مشكلة الأجور حلي مشكلة المؤثرة العمومية اليوم اللي تواجه الإفلاس يعني مش استحققات سياسية أكهو رينا الرسالة تقريبا كانت واضحة أنه تونسي اليوم فدوا وملوا من الاهتمام بالشأن السياسي فقط وفي العمليات السياسية فقط ولكن زلا كيما رينا رئيس الجمهورية تقريبا لم يتراجع ولم يقرر حتى بصعوبة الواقع ربما إلا في خطابه الأخير يعني منذ البداية كانت هناك حتى دعوات من المعارفة كيما رينا الاستقالة من قبل أساسا الحزب الدستوري الحر واجبت الخلاص ولكن كيما رينا تفاع الرئيس الجمهورية الحقيقة كان سيء جدا تجاه الرسالة اللي وجهها الشعب التونسي من خلال المشاركة بعيفة برشا في الانتخابات البرلمانية كيف ينتظر التونسي في سنة 2023 عن المستوى الاجتماعي والمستوى الاقتصادي وقت تقريبا قبل بيوم من دخول عام ٢٢٣ البنك المركزي يرفع من نسبة الفايدة المديرية يعني اللي عنده قرض بشترقه غدوة زيت كيف كيف ندخل عام جديد بزوز إضرابات في نفس اليوم إضرابة التكسيات في تونس العاصمة وشركة نقل تونس مع دخول نعفل اليوم الطلبة كيف يعد والامتحانات أكيد رسالة سلبية ولكن كانت متوقعة شوفه مالك لما انتابه حتى الوضع العالمي اليوم الوضع العالمي ككل اقتصاديا صعيب خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية ولكن اليوم زادة للأسف مناش قاعدين نشوفه في برامج واضحة الرئيس الجمهورية خاصة لحكومته اللي تقريبا صامتة نهائيا سواء تجاه المنظمات الوطنية تجاه الأعلام ماناش قاعدين نشوفه في تفاعل من الحكومة مع الوضع الاقتصادي وتطورته التونسي لحقيقة اليوم ينتظر كما قلت حل لمشاكله الحقيقية كما مثلا ندرة المواد الأساسية اليوم التونسي ما يقبلش أنه يبقى يدور لكنهار كامل على كيلو سكر ولا بوزازيت ولا دي هو ينتظر حل للمؤسسات زادة العمومية التي تواجهه اليوم شبح الإفلاس اليوم نحكي على مؤسسات عاريقة تواجه شبح الإفلاس قاعدين نشوفه في استمرار زادة لتعطل إنتاج الفصفات احنا نعرفه تونس ومكانتها على مستوى إنتاج الفصفات قبل 2011 وبعد كيفاش تراجعنا هذا طبعا رئيس الجمهورية ما قدمش تصورات وافحة وبرامج وافحة اللي حلوا أيضا ندشن عام 2023 بإذرابات بيرفع في نسبة الفيدة المديرية تيمام كلها مؤشرات سلبية في انتبار زادة 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 في أسعار البنزين وغيره وكلها مؤشرات سلبية في عام جديد يتوقع حتى صندوق نقد الدولي اليوم ليثمية يتوقع أنه يكون أصعب ما الذي يصبق في علاقة بالوضع الاقتصادي حتى الحكومة تضع 1.8% نمو يعني نسبة في الحقيقة يعني أقل متدنية جدا يعني حتى ما تقومش بعمليات استثمارية ممكن 1.8% ذي حسب الخبراء الاقتصادين قولك 1.8% مسألة عادية وعادية جدا سفادوا سوان كل واحد ذبب وهو حتى الرسائل اليوم السلبية مالك خاصة أن احنا استبقى زادة العام جديد زادة بتمديد حالة الطوارق شهر إذافي احنا نعرفه التدعيات متاع الخطوة هذه حالة الطوارق اليوم راي تعني أنه البلاد قاعدة تواجه في خطر داهم أو تواجه في أحداث قد تمس بالأمن العام اليوم لما تمدد فيها انت شوف الصورة متاع البلاد على مستوى المستثمرين الأجانب على مستوى السياح في اعتقادي أنه رئيس الجمهورية مدعو إلى يعني إلى توفيح رؤيته الحقيقية تجاه الوضع خاصة أنه حتى اليوم البرامج اللي وضعها هو كما الشركات الأهلية كما غيره من الصعب حتى لو تنجح ولو أنه حتى فرص نجاحة صعبة مش مش تعطي في مارها يعني توا توا بالنسبة لحالة الطوارق وانتي تعرف أنه موقف قيس عيد قبل انتخاب ويعني توليها السلطة حتى بعد انتخاب كان عنده موقف ضد حالة الطوارق حتى بعد انتخاب أكثر من مارها أكيد هو حتى بعد هذه تقريبا الجملة قالها بعد انتخابه تقريبا بعد الفين والساعتاش رئيس الجمهورية بإعلانه تمديد حالة الطوارق يفير تساؤلات حول الوضع في البلاد اليوم نحن نشوفه في تحشيد كبير من معارف اليوم 14 جام في 2023 ذكرى رحيل زيد العابدين بن علي هل رئيس الجمهورية متخوف اليوم القادم يعني خاصة لما نحكيه وزيد على اتساع دائرة المعارفين له لتشمل منظمات كما قلنا كبيرة ورفض لرفع الدعم رفض لقانون المالية اللي اعتبروه ذريبي بامتياز يبدو هذا الحقيقة يبدو ان رئيس الجمهورية متخوف من القادم خاصة زيدا لما نربطوه بخطاب المتشنج زيدا للأخير يعني قبل الأخير رئيس الجمهورية بتمديده حالة طوارق اليوم تقريبا كما قلت يبعف برسائل متناقبة تجاه الوضع في البلاد اليوم يتحدث على سنة اقلع وفي نفس الوقت يبدأ العام باية بتمديد حالة طوارق بأي رسالة اليوم نوصلوها لسواء المانحين الدوليين سواء السياح الأجانب سواء المستثمرين الأجانب برشة نقاط استفهام حول الخطوة هذه شكرا جزيلا الصحفي والمحالة الصغيرة الحيدة على كل هذه التوضيحات والقراءات في الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي شوي آخرنا في صحوصني احنا بش تكون ضيفتنا في ساعة جاية بشرة بالحجح ميدال حقوقي